في رحاب السنة مع حسن شاهين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابي في كل مكان أهلا وسهلا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج في رحاب السنة نحن الآن في الحلقة رقم ستة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حلقات هذا البرنامج نافع لكم ولي نافع لكم ولي كلنا نحن يا إخوة كلنا في مركب واحد والكلام اللي أنا قاعد أقول لكم أنا في الحقيقة أقوله لنفسي وأوجهه لنفسي وأقول لنفسي افعل هكذا يا حسن صلاة الضحى التي حقيقة استمرنا معها وقت طويل وهي تستاهل تستاهل لأن ربنا أقسم بها والضحى والضحى الوقت العظيم في القرآن وربنا لا يقسم إلا بعظيم وذكرنا الفضائل وما زلنا في فضائل صلاة الضحى ومن فضائل صلاة الضحى أنها تعدل حجة وعمرة تامتين إذا صلاها بعد طلوع الشمس وقد قعد يذكر الله إلى الشروق بعد صلاة صليت الفجر وجلست تذكر الله عز وجل من بعد الصلاة حتى الشروق تبقى تسألني متى الشروق أقول لك افتح التقويم أم القرى حتلقى مكتوب توقيت صلاة الفجر وبعده توقيت الشروق أو الإشراق وبعده صلاة الظهر والحمد لله كل الجوالات الآن في يد الناس الجوالات الذكية فيها تطبيق أبليكيشن موجود يديك كل مواقع الصلوات بصلاة الإشراق أو الشروق كل صحيح الإشراق والشروق عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء الغدات الفجر من صلى الغدات في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 رواه الإمام الترمذي وحسنه وكذلك قال الإمام الألباني أي قال عن هذا الحديث هو حديث حسن وهذا فضل من فضائر صلاة الضحى أنك تجلس تصلي صليت في المسجد عظيم ما صليت في المسجد حتى لو صليت في البيت وحبيت أنك تقعد وتكسب هذا الأجر وتسبح وتستغفر حتى يجي وقت الإشراق هذه الركعتين طبعا هنا ممكن بعض الناس يقولوا هل هي صلاة الإشراق هي نفس صلاة الضحى أهل العلم أهل العلم لهم كلام في هذه المسألة فقال بعضهم المراد بهاتين الركعتين صلاة الإشراق أو الشروق وهي ليست صلاة الضحى وانا زي ما قلت لكم أحبابي وأساتذتي وأيها الأكارم الذين تستمعون إلى هذه الإذاعة الرائعة أنني في برنامج في رحاب السنة أضع فوائد فقهية خفيفة جدا وهي مأخوذة من كتب معتمدة وكتب حلوة ومفيدة وما في أي أشياء مخالفة والعياذ بالله عشان أطمئن وتطمئنوا أنتم بإذن الله فالعلماء قالوا هذه صلاة الإشراق أو صلاة الشروق هي ليست صلاة الضحى ومنهم من قال بل هي الضحى واستدلوا بحديث من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله صبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته رواه الطبراني فأنا لما جبت لك الكلام جبت لك كلام من كلام الإمام الطبراني والإمام الطبراني ترى إمام من كبار أئمة الفقه وأئمة السنة رحمة الله عليهم أجمعين الآن نتكلم عن وقت صلاة الضحى وقت صلاة الضحى ما هو وقت صلاة الضحى تكلمنا وتناقشنا وعرفنا فضائلها وجمالياتها الآن وقتها هي من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال طلعة الشمس قيد رمح خلاص بدأ الوقت لصلاة الضحى ما قبل الزوال الزوال الشمس تكون في كبد السماء يعني كده في النص ثم تبدأ يجأت سماء الشمس جاية من المشرق متجهة إلى المغرب لما بدأت تغيب خلاص دي بداية لما بدأت متغيب بدأت تتجه إلى صلاة الضهر اسم الزوال أكمل معاكم في اللقاء القادم الحديث عن وقت صلاة الضحى وعن عدد ركعاتها دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحاب السنة مع حسن شاهين